كفال أراد الزنا خزلان الدنيا والآخرة زموت يا دنيا النار يا آخرة ورجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن الله شولي ودن نائفة كبراتك يا حورة لعين يا سنة مدرسة ماري وشبا ملو إن شاء الله سلا زموت السياء في النت سلا زموت قحشان نت الله سبحانه وتعالى بمن يأكل أسجنك هونيتان بمن يأكل أسفر هونيتان بالكلسة قرآن وست زموت بمن يأكل أسجنك هونيتان سجنك درجع عند التتكسة يجتمع مارنقنية لنود ونود مجي زموت الله سبحانه وتعالى كان نشر كدار كان يسوهوت ما تفاتغار عقورانيتو يأمت أو كبارون جلنو بزيولة قدنتم قدعتم يكفان دوني التمامارن نکن يأكل المالة إن شاء الله زارم للوشي قرآن كشمان لالو يميلون يأكل ينهر الله ورات تنين وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون صورة النحل أنكز بزيولة على إمارة الله إن الله الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل يأمر بالإنصاف والإحسان إلى الناس على عدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض بمن تترغم الله سبحانه وتعالى بفتحا وينهى الذات والإحسان بإخلاص مالت الإخلاص بالتوحيد إحسان مالت وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه بلوال لنا مالت الذي الله سبحانه وتعالى بسواجزا لتهاوين بق بل كمن ددهون وعزات جهل وإتاء ذي القرب وإتاء ذي القرب سلط الرحيمة لازم دن نبال بيت زم دن نبال سلط وينهى لتك لات جهل عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء فحشاء ما قبح من القول والفعل ما عظم قبح من الفعل والقول كانق قرم كسراء جهب السياف تغبر سياف نظر بلوال فحشاء بالبغي لنا قبح من القول من القول من القول وينهى فحشاء تغبر ما قبح وينهى عباس وينهى 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 من الفحشاء والمنكر والمنكر منكر منقر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة بشريعة مستهون بسنة مستهى ما يتوق نقر ما لاتهى بدعا سلمنا يمي وينهى تغبر ما لاتهى والبغي الكبر والظلم قرات بدل بدل يعمهون ايهى بغي يبال المعلى وينهى ما لاتهى سوء يبال سعلا في قرات دمبر سعلا سوء يبال جلال ما لاتهى أنه كانزي الله سبحانه وطعالى يكالك الدكتور سورة الأعراف الثلاثة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق ولو والمراد بالفواحش الظنوب الكبار نقول إن زي قرآن الثلاثة سورة النحل سورة الأعراف الثلاثة فواحش تابلو يتقلس أو مرادو في اللاغوتو الظنوب الكبار تلالاق وانجلو لمدكسنو معلتنو التي تستفحش وتستقبه متلو معلتنو مصيفاتشو يهونو تلالاق وانجلو لمدكسنو بلنال نقدي فحشاء معلتنو بلنال كذب بطمارنو تمرت ماك أبوحا من الأقوال والعفعال بلنال كنغرميهم كتاقبار مصيفاتنو 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 فحشاء معلتنو مصيفاتنو مصيفاتنو كالزينة واللواط ونحوهما 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 مصيفاتنو مصيفاتنو من الفواحش الظاهراتي لمسأل بغلس كمتايو والفواحش الباطنة كوستوي لمسأل بغلس ممتايو عندنا نحوهما ممتايو ونحوهما كالكبر والرياء والنفاك والعجب وغير ذلك النفاك براس مدنك وكورات يقول لن يسمون لن يعينة النزي يلبل عيالو باست كالعام ما استوقو الصيافي ونحوهما فواحش الباطنة يبهل معلتنو فواحش الباطنة وستوي الصيافي ونحوهما جلو جبلن للناس كمتون جلال لنمالتنو ليله بس الدستانيانت الله سبحانه وتعالى سورة الانعام لاي انكاس عندما توامسا عند لاي اندزوئهم فواحش انستوان قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم اللا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلي وانجلي التبع لنزه الله غلز بزيجة قرآن انكاس لهم اللا سبحانه وتعالى ودهسر وصيّة وصيّة نوم النقر ومالتنو ومعلمج وصيّة العشر وقد أطلق العلماء على هذه آيات الكريمة اسم الوصايا العشر السرية الله أدراوج بلونو مننا قرآن كسّو مراك كسّو مكال كال إتبك على مالتنو حكيكا زي قرآن انكاس لهم بزيجة الدوشنو التنسو لما سألي ترميزي جلائي بتزقبو حديث ابن مسعود من من سره أن ينظر إلى وصيّة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرق هذه الآيات قل تعالو أتلو من لونه اني قرآن انكاس مالتنو محمد صلى الله عليه وسلم وصيّة معيات ميسدستو سو اني قرآن انكاس انكاس ببالو بدعام بدعام لنطنك اكاس وميقبو كباب باد وانجلو تتاكسبتنو كوانو كشرك جم روما لتنسو انه الزيت اللي قرآن الله الرسّهم يزمو تنقود داي ولا تقرب الفواحش بلو قلس ما ظهر منها وما بطن زيوست راسو بدعام بزو نقر روما يقبو مالتن يهي الله سبحانه وتعالى حقنو ارمياد الرقبات شهو تنزند لعلكم تعقلون عاكو وشتهو نزند تعستنت نزند باكات شهو نزهن وانجل وشتهت اباكو للالله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره خمسة اقوال في المراد بالفواحش ابن القيم زيقر عن عنكس لعي سورة الانعام عنكس عندما امس عند لعي ولا تقرب الفواحش بم ملو حس هب لعي عم مست نتبو جنس كم متو عند النوا أحد ها أن الفواحش الزنا فواحش تابلو يتحسب زيقر عنكس زنا وما ظهر منه الإعلان به وما ظهر تابلو يتكس قلس عدر وزم مسرعة وما بطن الاستسرار به قال ابن عباس حسن سدي نزيد على اللق علم وش نحسب قلس أوت ما ظهر منها وما بطن قلس تدر ومدر الله ها صرف الله ننفر الله عن النفرة وديته التوازل عنده نراسه كنفتشيته قول التنية والثاني ابن الجوزي فواحش أميلون سترقمه أن ما ظهر الخمر ونكاه المحرمات وما بطناء الزنا قاله سعد بن جبير ومجاهد سعد بن جبير ومجاهد فترقمت مسرة دقمه فواحش بلو مالد ما ظهر قلس يهون وفواحش السيئة في تقبار بلو مالد فقلس مسرة الخمر ونكاه المحرمات حرام ونكاه المحرمات حرام يهون ونكاه المحرمات حرام يهون ما يفكر النزيان نزيان نزيان وما بطناء بدبك مسرة ونجل بلو مالد دقمه مكني هاتم القرآن لا يلببه لولي ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن سلم بن مالد سالذي وما بطناء لوزين سلم بن مالد سالذي وثالث أن ما ظهر الخمر وما بطناء الزنا قاله الضحاك ضحاك تلاق تابعيه بس تفسير مسرة الدقمه الفواحش ما ظهر خمر وما بطناء بدب كم السر وفواحش بلو مالد الدقمه زنان بلو سات ترقمه سلم بن مالد من اجل ابن الجوزي vs ابن الجوزي ابن القيّيم ما بالأTERS و hair theor من الصفر ابن القييم هي وترقم اما قروه تعلم صور جا il سي ترغم مالتنا ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن لم مالتنا أنه عم في الفواحش وظاهرها على نيتها وباتنها سرها قاله كتادتهم للأوية كتادة تفسيرنا من دنه فواحش سيب بالنجري تاكلاينه تاكلاينه سالذي قلصة نادرقو يأنه فواحش ظاهر بالعالانيتها باقلصة السر باتنها سرها وما بطن ألو بدبك سرها بدبك ميسرعو لما لتنو بلو بزي تكمتها لما لتنو أما استنعو ترغم ماتشو دغمو أن ما ظهر أفعال الجوارح وما بطن اعتكاد القلوب بلو ليلو تشو قراء اللي كانوا تجاس كمتها لما لتنو أن ما ظهر يبقلص وما بطن ميسرعو ذكره الماردي في تفسيره هذا الموضيع في تفسير قوله وذرو ظاهر الإثم وباطنه ميلاون سورة الأنعام عندما تهي علىية تتكسونا بزي ملك أسكمتها لما لتنو بات تكالا ينقدي علمو التجاجين لزموت بزي اينت ملكو تنتاني ستو وشاشانو اعتكربو ته كقراء نوغار بميغت من بميسمان مابلكو كلهم علمو التجال يهين تقبار اتجيذ اتجيق عدرقو تاس اي فو تالمالتنو عونم ابن كثير لفواحيش اتجيق بطام سفيتن التاني ستو بطل الالع وقال رحمه الله الفواحيش جمع فاحيشتين فواحيش نتلا قطرو فاحيشانو وهي ما قبحت في النفس بنفس بنفسها تجنزان متألا نفس متألاو متسأيا فونغار بمونو فاحيشا اي ببعلا البلان موسادين جلالا وذكر اهل التفسير ان الفواحيش في القرآن على أربعة اوجوه يه قرآن لك اونتوج فواحيش قرآن وست عردت أين الترغمين عالو فواحيش بقرآن وست عردت أين الترغمين اجنزان المعصية ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف في سورة الأعراف سورة الأعراف الله أكبر في سورة الأعراف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم افتح فواحيشة ابتح الله أكبر يقول يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشة أي بالمعصية الله سبحانه وتعالى بوانجل آيازم بلاتشو الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحشة إلا اللمم إيهن نيوم دقمو بصورة النجم أنك السلاسة والتلاييت تكسن والفواحشة إيهن معصية يميل ترغو منو روال ماالتنو سلازي عندو يه فواحش ترغو معصيةنو والثاني هل التنو سكهون التمارنو زيناء يميل ترغو منو روال فواحش فواحش سيبال قرآنو است آرات ترغو ماال لو سلالنا ماال هل التنو زيناءنو سكهون بزوجون تمرنال لمسالي سورة العمران أنكز متو سلاسة مستلي والذين إذا فعلوا فاحشة أي زيناء ماالتنو زي لاهن معصية للم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا والذين إذا فعلوا فاحشة نزمتن بفاسمو أو ظلموا أنفسهم ونفسهم ببدلوا ذكروا الله الله نستو سلو ودا الله ملا سلو بزي جزي الله دقموا يمرح شوال نو سورة النساء لأنكز أسران مستلي والتي يأتين يأتين الفاحشة من نسائكم يهو من يأتين من كنا بفاحشة مبينة قل سيهون يأتين من كنا بفاحشة يأتين من كنا بفاحشة من نسائكم يأتين من كنا بفاحشة من نشوذ المرأة ومنه قوله تعالى في سورة النساء سورة النساء ومنه قوله تعالى في سورة النساء ومنه قوله تعالى في سورة النساء يأتين من كنا بفاحشة من نسائكم كنا نصدقا يأتين من كنا بفاحشة من نسائكم بي نشوزي مبينتين معلته بكا تقب بكالج بكا على الزرّة على كل ملو سيتوت جالوك بكا حق يبال حق أتاك يذا راسوان حق أتاك يناتي عباد حق أتاك ياسلام حق يدينون حق أتاك نشوز معلته نجده كا شريعة موتعة موتعة الدين يسرعات ملكة وشريعة مملتين يعني نزرعات ملكة وشريعة ممكرا جلاله مقطع وستعدلوهن لتذهابوا ببعض ما أتيتموهن ما أتيتموهن يسرعات ملكة وشريعة ممكرا لأن يحب المجرم بشكل مما يبدو بشكل مما يجب به لماذا يجب المفصل على إعجاب الإعجاب الله لا يجب التعامل للبعية فاحشة مبينة او لا صلحة اتخبار شكرا شكرا لا تخريجوهن من بيوتهن ولا يخرج الا ايضاك مبينة شكرا شكرا ونظر باقرب اكتبال المصرحة وراء الله نظر باقرب مباشرة ونظر باقرب مباشرة فهذا يوم من قرآن ونحن نشوذ الوصول ونحن نعود ونحن نعود فحيش 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 سنقارة لما تقولون أمي قباتي ونزيارات ترغم وشناء شو معصي استان قريب ونجل استان بزوم ممعصي فحيشة ونجل تبلوه ونجل استان بزوم مزقباتي انجل لابت أنزينا مطلول قبره سدومتا تقسوه نشوذ المرأة بأمي لوم تفسروا المالتنا والله أعلم